مكتب رئيس مجلس الوزراء واختبارات القدرات تمهيدا للاختيار النهائي لمنتسب الدفعة التاسعة من البرنامج أعداد تزداد دفعة تلو الأخرى تؤكد أهمية برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية ذلك البرنامج الذي يعكس حرص واهتمام صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بالاستثمار في الكوادر الوطنية الواعدة وتطويرهم فقد أضحى دافعا ومحركا للارتقاء ومحافزا لكافة موظفي القطاع الحكومي للاتحاق به إنعكاس جلي لطموحات أبناء وبنات مملكة البحرين في المساهمة بتطوير منظومة العمل الحكومي اضحى جليا من خلال ارتفاع مؤشر عدد المشاركين فعدد المتقدمين في الدفعة الرابعة أكثر من خمسمائة متقدم بينما أصبح عدد المتقدمين للدفعة التاسعة ما يقارب ألفين متقدم وذلك على سبيل المثال لا الحاصر إن الفرصة التي يتيحها البرنامج ثرية ببرامج تطوير للكوادر الحكومية من خلال إثراء خبراتهم وسقل مهاراتهم من خلال انتدابهم في مكتب رئيس مجلس الوزراء لمدة عام كامل وانخراطهم بالعمل في برنامج تدريبي مكثف لسقل مهاراتهم وتطويرها وإكسابهم المعارف إلى جانب إتاحة الفرصة أمامهم للاطلاع على آلية صنع القرار ووضع الخطط للبرامج الحكومية من خلال لقاءاتهم المباشرة وتفاعلهم مع صانعي القرار في الحكومة ودفعة تلو الأخرى يرى نتاج هذا البرنامج الريادي الذي أشاد به سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والذي أكد فيه بأن منتسبي وخرجي البرنامج يمثلون عمق فريق البحرين الواحد الذي يتميز بما يزخر به من كفاءات متفوقة في قدراتها ومتحدة نحو تحقيق منجزاتها ترجمة نانسي قنقر